اشتركوا في القناة امام قلة وحاجة الويدة ديالو لجد بلاتوما وراء الجدران تنشط كل المحسنين انهم يساعدوها باش يتمكن من اجراء العلاج الكيميائي هذا من جهة ومن جهة اخرى يمكنوه من وضع العدسات في عينه لانه بحاجة ماسة لهم اليس كذلك سيدتي مرحبا بيك معنا في بلاتوما وراء الجدران مرحبا بيك عبد الرأوف معنا ربي شافيك السلام ورحمة الله وبركاته هو ربي شافيه وانتي ربي صبرك لانه ماشي سهل لانه طفل صغير عنده سرطان في عينه احكي نحلت عبد الرأوف كيفاش كتشفتي المرض يالو وشحل كان في عمرو كي كان في عمرو عامي نص رحت للعرس في البلاد ومبعد كنت كعيانة كنت بالجوف ومبعد كنت قدامه لمشافنياش بعد عيد ماما ماما قد فيه وشبيه دولا ما يشوفش بدأ المصطفى أره واخده وضعوا نظرة العائلة وبعد جوانا بذلك اللعبة أعطي أماما انا كان هناك مبارو عامي إن كنت في عمرو عامي غيرت ومبعد كنت مصطفى كل شهر نقعد معها وانا بالجوف سفرت معاناة مباشرة بالعليج الكيميائي غير دخلت قالوا لي نحاولوا عين وحدين نحاولوا زج عينين نحاولوا عينيه في زوج ينقلك حاجة والله ما عندهم الرحمة ما عندهمش هذيك المعاملة يتعاملوا مع المريض انا بالجوف ما يقولش بلك تطيح ولا قلت يا مادم انتي انا انت مصخرة انا اللعب ووليدك رح يموت نحاولوا عينيه فعلي كان لازم نحاولوا عينيه ما كانش كايين ربما سابين اخر هي كان يخدم مع راجلي واحد كان راجل بسكو يخدم مع الصون يخدم عند واحد يطلع لالسبانيا قلنا ننديوه لسبانيا قلنا ما عنديش كي نطلع لسبانيا قال لي ما عش نبعتوا لدوسي تعوربي ايد الخير كيبعتنا لدوسي قال كيبرة يبرة وبيزوج ما يتنحاوش وكانوا يبعتوا لأردن يبعتوا وغل المعارف لماذا نحاولوا عينيه في وقت كان ما نحاولوش هنا قالوا نكن نحاولوه وقعدوا غيروا لفلاشيميو يتمسخروا الصح بعتوا لأردن بأردن يداوي وهذا المرض برا وراحوا معاه راحوا يتم برا ويبعتوا للمعارف ما معنديش معرفة وشو سبب المرض تعمل هذا قال لي ما كاشي جي طفل 25 ألف طفل هذي في اسبانيا كي قال المرض نادر يمسك انا كي طلعوا اسبانيا راجلي طلعوا روطة معندي جدرهم ليموايا راجلي يخدم منه أولا خليني نقول لك يا أمي ويا أختي أوليدك نحاولو عينيه في زوج في الجزاء لا لا في اسبانيا في اسبانيا نحاوهم له ولكن قالوا لك بلي كان ممكن يعالج يعالج وفي الأردن يعالج وقبل ما تديه انتي يا إسبانيا كان ممكن يعالج يعني قدر الله وما شاء فعل لو وجدتي من يتكفل بك في أول الأمر كان ممكن يتفادوا هذه الكاريتة فهذا الإهمال والتماطل وعود ولي ويعطيك موعد بعيد شوفين وصلنا وما في اسبانيا قالوا يطلع يبرع قالوا لك يبرع لو جاء في الأجل تعالج يلحقنا قلك خلاص خلاص كان راح الأجل يموت ينحول عينيه ورحتوا بإمكانياتكم ولا الدولة باتتكم لا لا مش الدولة الناس وهذلك تحب يعافو الناس محسينين أين أموال الشعب الجزائري وهي أموال لما يولي طفل هذا يروح بابه ما صوي ما ما عندهاش يروح بالإمكانيات عن الناس أعلى أين أموال تضامن أين الصندوق الزكاة أين أموال بيترول والغاز هاي النتيجة الآن طفل نحاول عينيه لأنه ما صارش من يتكفل به والآن لازم له عدسات أو لازم له العلاج عدسات صغره عدسات ما بـ 40 مليون هذو ما يديرون فيها ينو مصور أمين تقدرت أخذ لنا بلان على هذ العدسات عملك هذو بعين مليون للوحدة هذو ما يديرون في عينه يديرهم ينحيهم يغسلهم يا عبد الرجح هاي بسحك هذو يشوف بهم لا لا من باب لأ لا يديرون للوحدة هذو هم تشاهدون من الكاميرا أعرف دي بيدك وحده هكذا يعني هذه العدسات اللي يديرهم عبد الرحيم يومياً في عيني عبد الرؤوف يومياً في عيني يومياً وعلى بك وش يطلقوها شكل عمش ويخي عيفون وهذو ما لازم يكونوا الليجيان يعني النظافة لازم يكونوا نقياً لازم يخسلهم يعني عفد يرجحهم هو وحدهم لكن صغير يديريه متخافيش يديروا أفكسون فيها إنوكاً ما يكونوش من الطفين المليح ما يكونوش في البحج نحن نتجلون نورمان عندهم عادي سبحيني يا عبد الرؤوف وعجبني يحكي لي عليه هو هو قايت نتائج تعلق دراسية القرية ما شاء الله يا قرية ما شاء الله شعال يجي 8.9 8.9 ما شاء الله ما شاء الله ما يبارك هذي تصفيقة على عبد الرؤوف ويتمنى يقرأ لي يحب لي يقرأ اللغات يقرأ في مدرس يحفظ يجين عندي الكوزينة يكونوا نغسلوا الله لعندو عيني يجيب 4-5 ساعة ما هو نايم عبد الرؤوف ما تزيغاني ما هو نايم أجاوبني بالانجليزية يحب لي يحب لي هل تتحدث انجليز نعم ياس يحب الانجليزية يموت عليهم يخصيك من الفرنسي يتعلم الانجليزية يقول لي كيفاش نحسبهم بعد ويخدم من الداكا أتاعهم زيما ألف من بعد ويطلع 10000 ما شاء الله يعني يقرأ في المدرسة وعنده طوم وعنده داكا في العاشر من البرايب سنة أولى يلقى روحه يقول لي ماما في الليل كيكون هو مسكين يصريصها يحب عنده الإرادة على القراية ما شاء الله ما من القراءة هو اللي وفي القراءة يعني نحن أمام مشعوع عبقاي وشو نتمنا نتمنا يقرأي القرآن الله حبيد نحطه عند شيخ يقرأ بالأحكام وإن شاء الله بسكو يقرأ في صحة ولا ولا يقول لحفظ في الدار واروح قرأنا هايدي شوية وكانتو أمل في شفاء ما عندوش مطلوق هما في اسبانيا قالوا لك لازم تطلعوا الكنترول لازم يشوفوا الكنسير ويقرأوا عندما يقرأوا لأحكام ربعا هدروا مع البسيكولوج هدروا مع الليدران هذا يبكي عليه نهار جمع في اسبانيا قالوا لي مطببة تبكي عليه يعني الآن مطلوب العلاج من السرطان من السرطان وعينين ويقرأوا لشين متين بس ميروح لس للرس يعني مستحيل يستحيد البصر ديابه مكان استحالة استحالة حتى نستمع كين محسنين ويستمعوا كين أصحاب الصداقات والزكاوات وجمعية خيرية عبد الرعوف لازم يولي قاضية وطنية حتى نشوفه دار هذه العينين وبراء إن شاء الله من السرطان يعني الشيخ مام حتى ولو يدي العدسات ما يقدرش يستعيد البصر وشنو قد كان يخافوا منه الدرار يشوفوها كيف يخافوا منه يهربوا منه عبد الرعوف أو مريض في حاجة إلى علاج ومشي حاجة كبيرة قضية مئة مليون أو عنده سرطان في عينيه أيما إنسان عنده باباه يصدق عليه باباه ميت صدق على باباك علي إماك أيما إنسان حج عشرة حجات ما تحجش المرة أحداش هاهي حج فيه عبد الرعوف جيب العمرة فيه عبد الرعوف أيما إنسان حبيبني جامع فيما كان فيه الجوامع هاهو الجامع تاك ما شاء الله هاهو المسجد أنا دير نداء أيما إنسان ما فيه شريك باش كي ليه شريك خمسة ست كباش في العيد الكبير كل كمش يدير سبع ملايين هاهو الأضحية تاك أنا أدعو جميع المحسنين والمحسنات باش يخفهم عبد الرعوف في أقرب وقت باش يعود يقرأ ويبرأ ويدعي لكم بالخير وهذه هي الصدقة الجارية من نفس على المؤمن الكربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أبشير عبد الرعوف إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ هو سلام عليك أستاذ أنا في العيد الكبير لم نعيتش أراجي ما يخدي مش ركتعرش ويقول لي يقول لي ماما نتمنى نكبن ولينا نشريزوش كباش واحد لينا وسكت وقال لي وديو زيام ليمن قال لي نصدقوا الواحد لي ما عندوش نسق سيحتلقى ما يكوش مش حمى ما يزو يكون لحم ياكلوا يسبنوا إمام عبد الحميد كشك يعني كان فاقد البصر وهو عالم الدنيا هذا ما شو فاقد البصر الشيخ واشنو هذا هذا عنده البصيرة هذا وحده هذا هذا عندي خمس دلاري ربي يحفظ لهم لك نصح خر منهم قاع خر منهم يلعب الفيلو ويحبه الطرف الدنيا نصح الله ندائك يكون الحق ما تخلعي نسقوا لي لهذا يلعب الفيلو الله غير يلعب الفيلو وعادي ويخسل ويخدمه وكلش ويمشي يجري يحفظ كي يسمع طنوبيل يحب سيجار يتريلي سبحان الله يسمع غير يديمار يعودي سبحان الله ويفليكسيلي يقضيلي يديلي كلش صحيح والله يقضيلي وش نحب يقضيلي يعني عبد الرؤوف ربي يعوض له البصر بالبصير منهار كان صغير منهار كان صغير يحب يشوف هكذا القرآن ولا يسمع يروح يخلط يحتي يلقع إذا نحن أمام مشروع عبقر هذا الله يبارك هذا يقول لك وشنو عبد الرؤوف لازم يتقلقش أن يحس عنده قلق في الداخل تعو على هذا الجهال يتضحكوا علي ويأصحابه وما يعرفوش عبك حقولي بالبريكينج للحومة لا حول ولا قوة إلا سبقوا لي بسبيغة في يامة العيدلس صغير العام نيفة سبقوا لي المجتمع مجتمع كي تهدرت ولي ما شهم له عبد الرؤوف لا تلتفت إليه يكون هكي يقول لك نحب أن نخرج ونقعد فضل وكما لفاكونس وعندو الحاقة وواجلة يقول لك الدين والله بحرقوا تلتفت الفرق بين أوروبا أو الخارج ومحيط المحيط المحيط لا يوجد إنسانية يعني لو كنت تدهي لأوروبا كيف يرجع الرعاية والإنسانية وكل شيء ما معنا هذا ما كان ولكن الشيء اللي يصرع لهم عنده الناس هذو هذو هل يدخل الجمعة لا حول هل يدخل الجمعة يصلي الجمعة ويضرب أنه يبزو كفوف وكيف حرقوه حرقو حمال بريكي وحرقوه يدون وهو على بلو شوف يفلحو ما يعرفهم بالواحد عودي لي هذا المجايم اللي يصبغوه بسبيغة بسبيغة لأنه فاقد للبصر يعني بالنسبة إليهم يقلوا يهديوه حكموا سبيغة هل يصبغوه في الفيلو هل يصبغوه وقال حمو كي جلدق كحل كحل مدرتين هموالو جيت نهضر رجعتني ما شمليها يمه أمو لكنها ما كبليدك ما تخليش يخرج البر ايه آقود حاجة ببتاعي تحميل ببتاعي تحميل أباكسر هالي يخبط يكسر بعد الشار اليوم هاسبغوه وحرقوه خفيت تصوري كي تقلق في حاجات وحد أخرين حبيس البصر بتزديد حبسيه على بل مستقر أنا في مجتمع لا أنا فهم وضعه حاولي أنت يا الله للحضور حاولوا تغمضوا عينكم خمس دقائق فقط نخرج أنا وليدي معايا ما نخليش يخرج وحده لا أنا فضلك حاولي لما ويلعبو تخرجي في الحوض في برارة نخرج وليدي وين نقدر جرب خوت هذه فرصة هذه فرصة بشتعرفي باللي المجتمع أيضا يساهم في معاناة الناس المجتمع حتى الجيران حتى المحيط لا تقدر لا تقدر كذب عليك ولكن يا أختي قول لي قول لي لا تخلي وليدي قولوا إن شاء الله لا تمنى الأعدو وليدي هذا الكاتع لا تمنى الأعدو يا أختي سمحيني قول لي أين وزارة التضامن ما كاش قول لي خلينا هذا وزارة التضامن لا تقول أنه يدوه يعلجه في إسبانيا في الكلينيك بارك ما نش نحلمه بهذا ما شي قادريني يبعتولو عصا يعني عصا خليناها عصابك هاي شعال يديه من عبق إلى سبعة آلاف يعني ما يقدرش يبعتولو عصا يا سبحان الله وزارة التضامن تبعت الحافلات أنا رأيت في الحافلات وقصة الحافلات هذي نخلوه موضوع الحافلات لأنها يعني هذا موضوع كبير أنا رأيت محسين في الصيف محسين هذا الجزائري ما هو دولة موالو حضرت معاه كيوزع سبعين عصا لسبعين عما ها هودا حاس أنا وملتأ أنا ما كنتم بتفطنها جاب العميان هدأ لهم عصا مسكين ها وين يقرأ خلي على الأقل كي يمشي ما يطهع شميت عش في حفقة آما على الأقل شيخ مصحف باش يقرأ للقرآن مصحف برايل نديله بالأم نشرينه نبطروا هده كي تكسر الكاسكيدة نعم 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 نسمح لي شيخ هده أولى بوزار التضامن أولى يعني باش تعرف بللي ربما ما همش أولويات لأنه المطالب تهم صغيرة هي ربما وزار التضامن تتكفل بالمطالب الكبيرة ألاف الملايين ومع ذا مئات مليون ونتا ألاف الحافلات تهتم بهم لذلك هده ما همش أولوية إن شاء الله سيدتي ندائك يعني الحافلات أولوية نعم إن شاء الله وكل واحد يقدر يعاون عبد الرؤوف لن يبخل على ذلك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ولكن لما يروحوا يصرفوا الأموال على وليدك وأمثال وليدك وانتي فقيرة عايشة فيها يقز ديري قولي لي شكولي مد مليار الآليسة بش ديرنا صهراء في النية وشكولي مد الملايار للصهراء الحمراء ها هو السؤال يشارعوني نعم يشارعوني نعم نعم يعني يجب أن يشرب مبارد هذا يشايط نهار مرضي بالكونسل لازم بغل المبارد لازم له المبارد البن وعندك تلاجة عندي تلاجة صحيح نحولي كونسل بس كنتك يا نمريد وليديك أنا راجل يجري يلم بالدور وبالدور ما نشوف ناش عامل يدخل في الليل والآن عندك الكهوباء عندي صحيح يقطعوني شكولي أحيقزع لك هذا ورحت لعنديهم قلت لهم ما عندك لموهالي قالي عنك ما خلصتين لموهالي مش يدو كان راح راجلي كان يروح لعنديهم يقول لكم بعتوا هالك بعتوا هالك ما بعتوا هاليش لموهالي أنا عندي شامبرة كانت لدي شامبرة وكوزينة جيني 900 ألف مليون من زوج ملايين وهو لازم له المال بارد يعني للمعرض التاعوي نهار مرضي للبن اللبن يزم البن يحب اللبن هذا البن بارد بارد الماء بارد عنده مطالب صغيرة والله إذا كان الإنسان يا ربي لبقار في هذا البلد قريبين تسكنين تيا سحوله سحوله كان الكوارات على البقار يبعت لها كل يوم ريت لها البن والله غيربح الأجر عند ربي سبحانه ودعاوه تعبد الرؤوف إن شاء الله يجزي كل واحد كلمتك وسبحة معاناة الطفل في الجزائر كارثة كبيرة ما نخضروش نعلقوا عليها نخلوا ربما المشاهد أيضا يساهم ما يحس بها لليو عائشها يتفكره بعصا على الأقل يعني هذا ما هو محصي تماما في أجندة وزارة التضامن أو أي جهة أخرى شجرة شيخ نعم سمحي فقط أنا ندائي للمحسنين لأن الفايدة مشي دك مراجعة مسكينة وورات وشها وجبت وليدها وهي مدى بها لقنقا ما جاءت إلى هنا ولكن المحاين والزمن هو الذي جاء بها إلى هذا المكان أنا حبا ما توحش خايبة مدام جات إن شاء الله إذا كان محسين أي ما طلبتش بزاف يعني طلبت مال تخلص الكهرباء بش ما يقطعوه لاش لأن الولد انتح بسبب السرطان في حاجة إلى الماء ويحب اللبن يعني حاجة بسيطة ومئة مليون مجموع العمليات اللي لازم له لهذا الولد أين أنت يا محسن أين أنت يا محسنة يالي تحبوا الجنة يالي تحبوا ربي يالي تحبوا الإسلام يالي قد يكون في أحنانا يعني نحاولوا كلنا نتعاولوا حتى نشوفوا عبد الرأوف لا بس به إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك شيخ أستاذ كذلك إذن مشاهدينا عبد الرأوف ربما عندك نضيف كلمة الشيخ تفضل أنا أريد أن أتكلم عنها عم بني مازال حصة نعم باختصار تفضل أنا أريد أن أشكر هذه الجمعية الخيرية قوافل الخير من مدينة الورود البوليدة والجميل في هذه الجمعية على أقل استفقوا على روحكم والجميل الجميل في هذه الجمعية خلينا من هديك أنهم يمدوا كباش في العيد الكبير والأدوات المدرسية لا كاين حاجة جميلة دارين هذه الجمعية وهي الأرملة المنتجة الأرملة المنتجة يعني المرالي ما تراجلها وخلاها لا تضيع مع هذه الجمعية يعلمها تنتج عملاً تنتج شيئاً لا فتلة ولا مجبود ولا لسه أدري وبعد ذلك يديروا لها سوق خيري يبيعوا لها المنتوج التحام كاين حتى تربيه المواشي والنحل جميل يعني قوافل الخير ونتمنى أن كل الجزائر تتحول إلى قافلة من قوافل الخير هاولك الشباب الجزائري الناس لا يتسأل أين الشباب الجزائري يظلوا غير يتسألوا ما يقدموا والو ما يعاونوا آمالا ما يعاونوا يأتي ما يعاونوا مسكين يظلوا غير يتسألوا أين الشباب الجزائري هاولك الشباب الجزائري نعم تحية لقوافل الخير هذه مكتبها في فارك في فارك نعم شكراً لكم شكراً جزيلاً لكم جميعاً إذن مشاهدين بهذا نصلنا إلى ختام عدد اليوم فقط عبد الرؤوف رأو معانا ينشدكم فقط من أجل تحصيل مبلغ 100 مليون سنتيم حتى ولو ما وش يعود يولي البصر دياله على الأقل ما يتعرضش إلى الإهانة ووشات موسبة في المجتمع ديالنا بهذا يعني نكون وصلنا إلى ختام عدد سهرة اليوم أرقامنا ريسي الظهر أسفل الشاشة أكيد كل واحد عنده مشكلة قضية مساعدة العبد الرؤوف يتصل بنا وانشاء الله سنكونوا أذان ساغية نتاقوا بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر